موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم في قالة الصحف وهذه القراءة في أهم ما جاء في الصحف المغربية والبداية مشاهدين الكرام كما عودناكم من الصحف الجزائرية وجريدة الشروق التي كتبت في صدر صفحتها الأولى زيادات في أجور الموظفين الزوالية بين 30 و 80% وواصلت الجريدة حول موضوع مقتل اللاعب إيبوسي كاتبة قاتل إيبوسي عشرين طويل القامة ويقيم في تيزيوزو إلى جريدة الخبر التي تناولت موضوع الزيادات هي أيضا فكتبت زيادات بين 35% في أجور ثلاث ملايين عامل بدءا من جانبي وعنوان يتصدر صفحة الخبر الرشقة لقمع الاحتجاجات خبراء يحذرون من الاستمرار في تبديد المال العام وحول انتصار غزة والمقاومة كتبت الخبر فلسطينيون يرفعون العلم الجزائري احتفالا بالنصر ويهتفون كأن الجزائريين حاربوا معنا في غزة وحول تداعيات قرار عزل بالخادم تكتبوا الخبر قرار عزل بالخادم رسالة للمسؤولين غير المتحفظين في تصريحاتهم إلى أخبار اليوم التي كتبت في صدر صفحتها تم إقصاؤهم من عملية الترحيل لأسباب غامضة الموت تحت الأنقاض يهدد عشرات العائلات في بلغين وحول غزة وانتصار المقاومة هناك تكتب أخبار اليوم خمسون يوم من الصمود والمقاومة والترحيات هكذا انتصرت غزة إلى جريدة الرائد التي تناولت هي أيضا موضوع غزة ونهاية العدوان الإسرائيلي والتوصل إلى وقف لإطلاق النار غزة تتنفس وتحتفل بنصر الله المبين نتنياهو فشل استراتيجيا وانتصار حماس كبير وحول قرار إبعاد بالخادم من قصر الرئاسة تكتب الرائد بالخادم أكبر الخاسرين في الأفلان وأنباء عن إقالات أخرى قبل انعقاد المؤتمر العاشر إلى جريدة اليوم التي تكتب في صفحتها الأولى حروب الغاز تلح في سماي أوروبا ومفتاح الحل في الجزائر والجزائر تدعم البنك الإسلامي للتنمية بـ 1.2 مليار دولار والبنك يدعم مصر بـ 425 مليون دولار وحول غزة تكتب ذات الجريدة المقاومة الفلسطينية هي التي باتت تتخذ قرار السلم والحرب حماس غزة انتصرت وللإسرائيليين العودة لبيوتهم إلى جراءة الناطقات بالفرنسية وجريدة الجري 366 التي كتبت حول إبعاد بلخادم أفلان دميسيون pour عبدالعزيز بلخادم المقاومة الفلسطينية هي التي باتتخذ قرار السلم والحرب ومقاومة الفلسطينية هي التي باتتخذ قرار السلم والحرب توفي دولار السلم والحرب بالفواحدة فيها أخرى لحول مقتل إبوسي إبوسي لزديو دولاكابيل وبحول الموضع بالخادم تكتب الجريدة أيضا بالخادم ونقاوم بجريدة التي باتتخذ قرار السلم والحركات وحول موضوع المرأة والطفل تكتب نفس الجريدة بوتفليقة غونفوكس لغدغواء ويتعلق بحقوق المرأة والطفل في الجزائر ولمناقشة هذه العنوين مشاهدنا الكرام ينضم إلي في الستوديو الأستاذ والإعلامي الزميل طيب الغيلوفي أهلا ومرحبا بك أستاذ طيب بداية لاحظنا موضوع انتصار غزة والمقاومة يتصدر تقريبا صفحات كل الجرائد الجزائرية على سبيل مثال أخبار اليوم كتبت هكذا انتصرت غزة وكذلك الرائد كتبت غزة تتنفس وتحتفل بنصري اللهي المبين قراءتك للتوصل لوقف إطلاق النار وما وصف بانتصار المقاومة هو الحقيقة كما ذكرت أغلب الصحف الجزائرية الانتصار الكبير لغزة المقاومة أصبحت تتعامل مع إسرائيل الند للند مفاوضات لوقف إطلاق النار تدخل دولي ثم أيضا أخيرا إسرائيل تطلب وتسعى جاهدة إلى وقف إطلاق النار حتى أنها في المفاوضات الأولى سحبت فجأة مدام ما زالت المفاوضات جارية وقد سحبت كل جنودها رجعت لما أردت اغتيال الغادر للضيف لكنها فشلت إذن إسرائيل في مجمل هذه الحرب التي قامت بها برغم التدمير الكبير لم تستطع أن تحقق أي شيء من أهدافها بلا العكس من ذلك المقاومة تثبت أنها عصية على الكسر أولا ثم تثبت أيضا حقية المطالب التي ترفعها ثم ثالثا تفرض شروطها على إسرائيل أعتقد أن المفاوضات كانت مثل القتال المقاومة صمدت في المفاوضات كما صمدت في القتال وإسرائيل أعتقد أنها ارتدت كثيرة حسيرة على هذه الحرب وأكثر من ذلك الآن الأزمة تقلت إلى داخل إسرائيل نتنياهو يواجه تمردا داخل الحكومة ونزولا في شعبيته المقاومة فرضت شروطها أعتقد الخطوات القادمة ستكون تدعيم المطالب الفلسطينية برفع الحصاب والعالم كله وقف مع المقاومة والمقاومة أعادت الوجه الإنساني المدني للقضية العربية برغم التشويه الذي طال بعد تدخلات هذه القوى المتطرفة يمينا والشمال هل تتوافق مع ما قالته جريدة اليوم؟ جريدة اليوم قالت أن المقاومة فلسطينية هي التي بدأت تتأخذ قرار السلم والحرب هو الحقيقة الذي بدأ الحرب ليست المقاومة بالتأكيد الذي بدأ الحرب هي العدوان وهي إسرائيل المقاومة أصبحت إن صح التعبير لم تعد ذلك الطرف الذي يطلق بعض الصواريخ أو الذي يحاول أن يقوم برد الفعل على العدوان المقاومة أصبحت رقما صعبا لهي بدأت العدوان ولكنها أيضا قادرة أن تكبل العدو وتجعل عدو يفكر ألف مرة قبل أن يرسل طائراته أو صواريخه هذا الدليل أن المقاومة الآن كثير من الصحاف الجزائرية ذكرت أن هذا الانتصار سيغير من المعادلات في المنطقة هذا الانتصار أيضا حتى يغير من معادلات الصراع كان سابقا حماس متهمة أنها تخرق السلوب المنفاوضات حماس يقولون أنها محاولة يائسة من أجل الحديث عن المقاومة ولكن أثبتت أن خيار المقاومة ما زال عنده مزدقية في الشرع الفلسطيني وما زال قادر على إنجاز المطالب والحقوق وأثبتت أيضا السلطة الفلسطينية في المقابل أن الطريق المنفاوضات طويل ولكنه لا يأتي بشيء بالحديث عن التفاف الفلسطينيين حول المقاومة أستاذ طيب ذكرت بعض وسائل إعلام نقلا عن تصريحات بعض الكوادر في حركة حماس عن أن هذا النصر الذي وصفوه بالنصر أذل كل من حاول كسر شوكة الإسلام السياسي بين قوسين المتمثل في حركة حماس وكذلك أذل وسائل إعلام التي كانت تحاول أن تشوه صورة حماس في أعين الفلسطينيين وهنا رسالة إلى الإعلام المصرية ليس كذلك هو الحقيقة طبعا أنت تعرف التحالف الدولي ضد المقاومة ليس مجرد إسرائيل قالت من يوم الأول قالت أدخل هذه الحرب بتحالف عربي وقالت نتنياهو قال في خطابه وفي ندوته الصحفية أن الدول العربية ضد حماس قالها صراحة وهو في هذا الأمر صدق وهو كذوب كما يقال لسبب بسيط أن الدول العربية أغلبها المملكة العربية السعودية ربما بعض دول الخليج مصر كثير من الدول في سوريا في العراق هذه الدول لا ترتاح لحماس لا ترتاح للمقاومة وكانت كلها أكاد أن أقول كلها كانت تريد لحماس أن تنهزم في هذه المعركة هذا لماذا هذا لماذا حماس طعم هذه المرة في الصمود والانتصار مختلف عن ما سابقه لسبب بسيط أنه ثم تقريبا ليس فقط خذلان ولكن تعاوم على عدو في هذه الحرب وهذا الذي جرى في غزة أنه كبت الهجوم الإسرائيلي من جهة وأذل الذين وقفوا معه من العرب من جهة ثانية وهذا الدليل أنه الآن ورقة المقاومة أصبحت تقريبا هي الورقة الرابحة حتى الدول القليلة مثل قطر ربما ومثل تركيا الذين وقفوا مع المقاومة ميزانهم ربما في الساحة ثقل أكثر بعد الصمود الاسطوري لسكان غزة ولمقاومتها نعم بالحديث عن قطر بالتحديد أستاذ طيب بينما كان الفلسطينيون يحتفلون بهذا النصر يعني لم ينعكس هذا النصر يبدو على ما يبدو على القيادة الفلسطينية خاصة بعد التصريحات التي وردت في الجرائد عن أن محمود عباس وصف المفاوضات التي تمت في القاهرة بأنها كانت جدية ولكن في نفس الوقت كانت وقحة كان هذا التعبير الذي وصفه أتى به محمد عباس في وصفه لهذه المفاوضات وكذلك كانت هناك أنباء عن أن عزام الأحمد أراد أيضا أن يضرب أبو مرزوك في مفاوضات مصر يعني ألا يعكس ذلك حدة الانقسام لنقول أنه ليست هناك وحدة فلسطينية على الأرض مجسدة هو الحقيقة هشام هذه المعركة الحاصلة الآن في داخل ما بين الفلسطينيين وما بين إسرائيل ثم طبعا معركة أخرى بين خيارين وأنا لا نقول معركة الشعب الفلسطيني في داخلي لا نقول معركة في الساحة الفلسطينية بين خيارين هذه المعركة ليست جديدة تقريبا منذ اتفاق وسلو هي معركة الاعتماد أساسا على خيار التفاوض صاب عريقات كبير مفاوضين كتب كتابا كتب كتابا معبرا قال كتب عنوانه عنوان كتابه الحياة مفاوضات هذا هو لخص الحياة ليس فقط العمل المقاومة الفلسطينية حياة كلها مفاوضات وثم الخيار الثاني وهو خيار المقاومة في غزة وكانت أيضا حتى في الضفة الغربية في أيام الانتفاضة إذن الخيارين أصبحوا يتنافسان ويتخصمان في الساحة الفلسطينية يجب أن ننسى أن أول الحرب أول العدوان عباس لملتقى بالقيادة قيادة المقاومة قال لهم كلاما نشرته كل الصحف تقريبا حتى الجزائرية نشرته قال لهم لسنا قادرين على إسرائيل وعلى الأمريكا نحن لسنا قادرين ما معنى هذا الكلام هذا منذ اليوم الأول قال لهم أنتم برسم التصفية ونحن لسنا قادرين والأفضل لكم ما معناها الأفضل لكم أن تستسلموا ولكن المقاومة آمنت بقدراتها والمقاومة أيضا مؤمنة بشيء ثاني أن التفاوض لا يوصل إلى شيء أنت تعرف الآن الضفة الغربية بعد تقريبا 25 سنة على اتفاق أسلو كان وضعها قبل الاتفاق أفضل مما هي الآن الاستيطان يعني هلأ من كلامك ستطيب أن الوحدة فلسطينية صارت الآن ضربا من الخير لا لا الوحدة قائمة القضية هي أين يتقدم خيار التفاوض وأين يتراجع وإن يتقدم خيار المقاومة وإن يتراجع في هذه المرحلة خيار المقاومة خيار المقاومة تقدم أكبر دليل عزام الأحمد هذا جزء من السلطة الفلسطينية هذا قيادة فتحاوي القيادة الفتحاوية وقيادة السلطة كانت تقول لا أمل واذا لتفعله صواريخ القسام هذا لعب وليس له أي فائدة أصبحت في آخرها بعد هذا الصمود للمقاومة أصبح الوفد الفلسطيني يأخذ تعليماته يقول من محمود عباس ورئيسه عزام الأحمد وهم هؤلاء الذين كانوا بالأمس القريب يدافعون عن التفاوض ويسيرون فيه ويسكتون عن البناء المستوطنات ويمنسقون أمنيا مع الاحتلال فجأة بصمود المقاومة جاءوا إلى القاهرة يتحدثون عن الصمود ويتحدثون عن تحقيق مطالب المقاومة وأن الشعب الفلسطيني واحد هذا دليل في هذه المرحلة المقاومة تقدمت وخيار التفاوض تراجع يبدو أن عباس الآن بعد أن هدأت هدأ القتال سيعود إلى سالف عهده إلى إدمانه القديم أنه ليس أمامنا غير التفاوض والتنسيق الأمني يتواصل وأن حماس يجب عليها أن تقبل أكبر دليل على الذي أقوله أن السلطة الفلسطينية الآن ذكرت اليوم بعض الصحافة لا أره موجودا في الصحافة الجزائرية بعض الصحافة العالمية قالت أن عباس ألغى باعتحدة الضغوط الغربية بالتوقيع على اتفاقية روما والذي بمجيبه يقع نقل ملف الاعتياة الإسرائيلية المحكمة الجنية الدولية عباس يتراجع تراجع بعد أن هدأت ساحات القتال في غزة هذا دليل أن خيار المقاومة يراوح تقدما وانحسارا وخيار التفاوض أيضا إذا المقاومة ثبتت وصمدت وشبكت مع العدو يرجع إلى الخلف إذا المقاومة أجرت هدنة يحاول أن يبرز ويفيه كثيرا من الغبار والكذب هذا تراجع أستاذ طيب ألا يخدم المقاومة الفلسطينية أيضا هو اشترط على المقاومة الفلسطينية أن توقع وثيقة لكي يوقعه والآخر على اتفاقية روما ويلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية فإذا لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية ستحاكم أيضا إسرائيل ربما تحاكم أيضا المقاومة الفلسطينية ارتكابها جرائم في حق المدني الإسرائيلية ليس كذلك لم تستكب أين استكبت إسرائيل ستقول أن حماس قصفت قصفت المدن المحتلة وأوقعت إصابات يمكن إسرائيل أن تقدم ملف كذلك وبذلك تستهدف المقاومة الفلسطينية أيضا في المحاكم أولا المقاومة الفلسطينية كانت تحارب أكثر صواريخها كانت موجهة إلى المواقع العسكرية وهاجم قواتها هاجمت القواعد العسكرية في عسقلان وفي غيرهم المدن أو قالت أنها ستوجه صواريخها إلى المطار إسرائيل هذا أولا ثم ثانيا لا يجب أن تقارن بين الأدوات مقارنة بما تملكه إسرائيل الأدوات بدائية وصواريخ أغلبها أثارت الرعب أكثر مما أثارت القتل وثانيا أن إسرائيل الآن متورطة في ارتكاب مجازر حقيقية اليوم بعض الصحافة ذكرت حوالي 49 مجزرة وقعت إفناء كثير من العائلات والمناطق أكثر من ذلك أنت لا يجب أن تقارن بين عملية إبادة حقيقية تعرضها سوكة القطاع وبين مقاومة تحاول أن ترد العدوان هذا أولا ثم ثانيا المقاومة الآن المقاومة الآن أغلبها تصدت لغزو بري أكثر مما هي معنية أكثر بالصواريخ ثم ثالثا الآن إسرائيل تقول أنها أو عفوا المحكمة الجنة الدولية قالت وكثير من الحقوقيين قالوا أنه إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب إذن العملية لم يوجه للمقاومة أي اتهام من المنظمات الدولية والحقوقية ولكن وقع اتهام إسرائيل صراحة وقع اتهام إسرائيل صراحة بارتكاب جرائم الحرب والمقاومة دفعت وتحاول دفع السلطة إلى التوقيع على اتفاق روما وحمل ملف الجرائم الحرب ضد إسرائيل لدى محكمة الجنة الدولية ولذلك لا يجب المقاومة بين الاثنين الأمر مختلف تماماً نعم نأتي إلى أشياء الجزائر الآن نستاذ طيب والخبر البارز عزل بالخادم من منصبه من طرف الرئيس بوتفليقة قراءتك لهذا العزل وكذلك هذه الروايات التي تعددت حول أسباب هذا العزل هو على كل حال شوف يعني كلمة عزل هذه أنا رأيي يجب مراجعتها الذي جراه بالخادم ليس عزلت هذا ما تقوله صحف أي طبعاً العزل العزل الذي جرى ليس عزلت العزل هو أن تكون يقع عفاؤك من مهامك الذي جرى البيان الذي صدر فيه ما يسمى إقصاء أو طرد يعني عدم الاختراب من أي شيء من المؤسسات الرسمية عدم قبوله تماماً فيه نوع من الإقصاء أو من العقوبة وهذا ليس سياسياً ليس عزلاً العزل هو الإعفاء من المهام الذي جرى أنه تم عملية ربما ردة فعل قوية ضد عبد العزيز بن خادم ولذلك الصحافة في الجزيرة بدأت تسأل ما هي خلفية هذا الذي يجري يعني لو كان عزلاً لقيل أنه طيب وقع عفاء عبد العزيز بن خادم من مهامه لدى الرئاسة مثلاً أو لو وقع تثبيت الرئيس يؤكد على أنه سعداني وفريقه هو القيادة الشرعية للفلع مثلاً الذي جرى طرد هذا الرجل يعني إقصائه من كل تقريباً المهام عدم حتى قبوله وحضوره لكل هذه المؤسسات والذهاب إليها فيه نوع من العقوبة طيب السؤال الآن ما هو سبب هذه العقوبة على كل حال التفسيرات كما قرأت في الصحافة اختلفت الخبر تقول أنه قرار عزب الخادم رسالة المسؤولين غير المتحفظين في تصريحاته نعم لأنه كثير من الصحافة الجزائرية قالت حتى الصحافة العالمية قالوا الذي جرى أنه الرئاسة الجزائرية هي ضاقت من تصريحات لاب الخادم هو جزء من الفريق الرئاسي جزء من الحكومة القائمة ولكنه أيضاً يقوم بتصريحات فيها نوع أو فيها تعبير على رفضها على بعض خيارات الحكومة وعلى قيادات الأفلان إذن بهذا المعنى يضع رجله مع الحكومة من جهة والرجل الثاني يضعها هناك حيث النقد والمعارضة الرئيس بلتفليقة قاله هذه الرجل التي معي خذها ولا تأتي إلينا أعتقد أنه الذي جرى أن عبد العزيز بالخادم حاول أن يصنع لنفسه نوع من المصدقية يكون عن حكومة ولكنه يستقل برأيه طبعاً ربما احتجاجاً على أداء سعداني أو احتجاجاً خفياً على دعم بلتفليقة لمنافسه أو غريمه فلفلان الذي جرى أنه يبدو ذاق ذاق بلتفليقة وفريقه وفريقه ذاقوا صدراً بعض العزيز بالخادم وأطردوه شرطردة وهو على كل حال في جميع الحالات في جميع الحالات اللهم لا شماتت ولكن في جميع الحالات الآن ربما بالخادم يفهم أن كل الخدمات وكل الذي فعله من أجل الرئيس الرئيس بلتفليقة ومن أجل البقاء ضمن دائرة الحكم فشلت أفشلوه أولاً بطرده من قيادة لفلان وهم الآن يطردوه تماماً المعارضة كان لها تبرر آخر على لسان أبو جمع غشير قالت أن أبو تفليقة يرتب لرئاسيات 2019 ماذا يعني ذلك؟ هذه تفسيرات حتى يكونوا نفهم التفسيرات كثيرة منها هذه التصريحات ومحاولة الظهور بمظهر الاستقلالية هذه لم ترضيهم بعض التفسيرات أخرى قالوا التقى بوفد من حمس هذه أحد التفسيرات أخرى التفسير الآخر أيضاً موضوع هذا متعلق بالرئاسية والفريق الذي الآن يريد أن يخلف بتفليقة في الرئاسيات ربما يكون سلال أو من القياه الخالبين هناك أخبار أيضاً عن أن أخاه ربما سيتولى رئاسة الأفلان أو ربما أخاه ولذلك هم يبدو آخر القيادات الصحة الكبيرة في الأفلان يجب إبعادها وإقصاؤها تماماً حتى لا يعود لا للأفلان ولا للرئاسيات وفي جميع الحالات هم حاولوا الآن أن ينظفوا فيما بينهم حتى يكونون على قلبي رجل واحد في الأفلان تتفق مع مقالته كي نختم أستاذ طيب تتفق مع مقالته أرجيري فوكيس على لسان معارضة معارضة قالت أنه نحن نعيش في نظام صيع هكذا وصفته نعم شفته على كل حال شوف لذلك كان قلت لك من البناية ربما هذا صدم كثير من الناس يعني أنت لو تقرأ بيان الإقالة فيه نوع وفيه كمية كبيرة من القسوة حتى أنك لا تقول هذا الرجل لو تقرأ البيان تقول هذا الرجل يبدو أنه مخترق من المعارضة للرئاسيات للمحيط الرئاسي أو تقول أن هذا الرجل يبدو أنه معادي بشكل كبير يعني مع أنه كان من أكبر مساندين لحملة بوتفليقة في رئاسية الأخيرة كان مساند لبوتفليقة منذ مجيء هذا الرجل كان مساند له وكان من رجاله يعني حتى بمعنى الماء والملح كما يقال كان مفروض يقع إقصاء أو إبعاده بنوع من الاحترام أو من اعتراف بالجميل أو اعتراف بالخدمات كل هذا لم يأتي فجأة مثل تعرف أنت الشكل لذلك قالوا من الصيع ومن العصابات إذا يومنا تختلف مع رئيس العصابة عندما تختلف معه لا رحمة أنت أصبحت من الجهة المعادية ولست معنا بمعنى لست تشارك معنا مشاركة كاملة وتسكت سكوتا كاملا فلذلك يقع إقصاءه وترده بطريقة طويلة بشعة ليس في الأمر ليس في الأمر سياسة ولا اعتراف بالجميل ولا حتى تقديل الخدمات ولا حتى محاولة للم صفوف كل فرقاء المحيطين بالرئيس بطريقة ويبدو أن الرئاسة أيضا صارت تسير بمنطق الغاب أشكر كزير الشكر أستاذ طيب الغيلوفي على هذه الإضاحات وعلى هذه الإضاءة في هذه العنوين ننتقل الآن مشاهدين كرام إلى أهم ما جاءت به الصحف التونسية وهذه القراءة لزميلي غفران الحسيني تفاضل غفران يبدو أننا فقدنا غفران الحسيني مراسل المغاربية من تونس على أن يعود إلينا مراسلنا غفران نتابع هذه المختارات من الكاريكاتير ثم نعود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يبدو أنه تعذر الاتصال بمراسل المغربية في تونس غفران الحسيني إلى هنا مشاهدين كرام نأتي إلى نهاية قالت الصحف إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر